اشتركوا في القناة او ما تسمى بالبكريات اي انها اول مرة تقوم بالتفريخ في هذه اللحظة عند تقديم العش لن تعرف الانثى طريقة تجهيز العش لذلك سوف تظل تلعب بمواد التعشيش وترميها في ارضية القفص او حتى تقوم باكلها او القيام بقدمها ورميها وقيام الدكر بذلك ايضا لذلك في هذه الحالة فنقوم بوضع مواد التعشيش اولا البودرة في ارضية العش ثم نقوم بوضع خيوط او مواد التعشيش التي توفرونها لطيوركم ويمكن وضع نوعين او ثلاث انواع حتى تعلم مواد مادة التعشيش او الخيوط التي ستفضلها الانثى لبناء عشها الخاص بها لذلك نقوم بوضع نوعين من الخيوط ثم نقدمها للانثى في هذه الفترة سوف نلاحظ المواد التعشيش التي تقوم بحملها الانثى لفترة اطول ثم نقوم بتقديم تلك مواد التعشيش ونثبتها في حامل لمواد التعشيش وهو معروف وايضا الخيوط اللي يجبوني سينذكروا ان يجبون تقسيعها تقسيعها لخمس سنتيمترات حتى لا تلتسق باضافر وارجون لانثى لقدر الله ويجب القيام بتثبيت العش في الفترة ما قبل ادخال الانثى على الظكر او ادخال الظكر على الانثى لذلك يجب القيام بالعزل بين الذكر والانثى والتأكد من ان الزوج نصيد يقوم معك بالتقريب وايضا انتفاخ ملخوط في بطن الانثى وايضا الخروج للعب والذكر ثم نقوم بتثبيت العش وايضا نضيف مواد التعشيش حتى تقوم بنقلها الانثى للعش لمعلومات اكثر حول بناء العش وبدء التجهيز وادخال الظكر للانثى يمكنكم مشاهدة المقاطع التالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة